كيفية طريق توثيق حساب تيك تيك بالعلامة الزرقاء هذه هي العلامة الزرقاء سوف نتطرق لموضوع مهم يبحث عنه العديد من أصحاب الحسابات وهي طريقة توثيق حساب تيك تيك بالعلامة الزرقاء والحقيقة ما دفعنا لكتابة هذا الموضوع ليس لأنه يوجد طريقة خاصة للحصول على التوثيق يجب اتباعها الحصول على التوثيق من قبل التيك تيك يوجد عمليات نصب واحتيال التي حصلت نتيجة ادعاء بعض الأشخاص القدرة على توثيق الحساب مقابل مبالغ مالية فعجب الانتباه منها الموضوع ببساطة أن شركة تيك تيك إلى الآن لم تقدم رابط خاص يمكنك من طريقة تقديم طلب الحصول على التوثيق وإنما الموضوع ببساطة التوثيق يأتي من قبل الشركة بشكل تلقائي أي أن الحساب عندما يصل إلى عدد مشاهدات عالية ومتابعين تفعل كبيرهم في الشركة تقوم بتوثيق الحساب المستخدم الخاص به ولكن يعرضه بمكان آخر على ملفه الشخصي كما في السيرة الذاتية الخاصة به فهو ليس حساباً تم التحقق منه لا يمكن تطبيق الشرط التي تم التحقق منها لماذا تعد الشارط الزرقاء مهمة للتيك توق؟ تعد شارط تيك توق التي تم التحقق منها طريقة سهل لأرقام البارزة للسماح المستخدمين بمعرفة أنهم يشاهدون محتواصلياً وتساعدها لبناء الثقة بين الحسابات البارزة متابعين بالنسبة للمشاهير أو المنظمات غير ربحية أو صفحات العلمات الجارية الرسمية طريقة تفثيق الحساب بالتيك توق بالعالم الزرقاء تبني هذه الشارط طبقة مهمة من وضوح مع مجتمع تيك توق كيفية طريقة التوثيق واحد جودة المحتوى على الحساب الكمية لن تذهب بعيداً مع هاتف ذكي بقيمة خمسين دولار فالكاميرا على جهزة الخيصة هي للأسف ذات أنوعية ردية لغاية ولكي تتمتع متابعين كثير وعدد مشاهدات عالية توجب عليك تسجيل مقاطع بكاميرا ذات جودة عالية وهذا مهم للغاية تيك توق ليس قطمن المحتوى عالي لجودة لكن من الواضح أن بعض الأشخاص يقومون بعمل مذهل فجودة الفيديو الخاصة بهم جيدة حق إذن ماذا تستطيع أن تفعل حيال ذلك؟ أولاً لك الاستثمار في ترايبود حامل ثلاثي نعم إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف جديد فإنك الاستثمار في حامل ثلاثي القوائم نمتلاك فكرة رائعة عن الفيديو يمكن أن نفسدها إذا كان مشاهد غير غادر على مشاهدة معدث وشعر كأنه بين كل بعد عن هذا المقطع وهذا هو الحامل الثلاثي ترايبود لعلمناهم الأشياء في مقاطع الفيديو هي الإضاءة إذا استطعتها في مثال بضع ضوء متوسط القوة أمام وجهك يمكنك بذلك إخفاء بعض النوعية الرديعة على فيديوهاتك ولا تظل ذاها خلفك ستبدو كأن صورة ظلية أخيراً قم بتصفير الفيديو عمودياً كلما قل عدل الأشخاص الذين يستمتعون بإعدادات العرض الخاصة بهم كان ذلك أفضل يمكنك تغيير مقاطع الفيديو إلى وضع أفقي لكن هذا غير محبب بلاد الجمهور لأن حجم الصورة قد يقل مقارنة بالوضع العمودي الذي يتم إلاه في صورة شاشة الهاتف الذكي ثانياً الاهتمام بالترند والعمل بالهاشتاك الاهتمام بالترند من أهم الأشياء لدى مستخدمي التك توك ووسائل التواصل الأخرى لجلب متابعين جدد فأي محتوى تنتجه لابد أن ترفقه بتعريفات لهذا المحتوى وهذه التعريفات هي الهاشتاك فلا حرج مثلاً أن تنشر مقطع فيديو تضمن هاشتاك يلخص طابعك الخاص وتوجهاتك أو العلامة تجارية الخاصة بك أو اسم مقاطع مستعملة في المقطع لخ هذه الهاشتاكات تساعد المستخدمين في عملية ولوجة لمقاطعك من خلال خانة البحث وهذا ما يعود عليك بالنفع يجب عليك البحث عن حسابات تك توك الشخصية ومقاطع الفيديو ذات التوجه المحبب لديك على سبيل المثال إذا كنت ترغب في عمل كثير من المقاطع الدينية فيجب عليك زيارة حسابات الأشخاص الذين يضعون المقاطع الدينية تتأكد منها ومعرفة نوع العلامات التي يستخدمونها ثلاثة الالتزام الجدوى الزمني لنشر المقاطع تختلف فترات الانتبال لكل مستخدم تك توك يمكن أن يكون لديك معجب واحد تابع المحتوى الخاص بك واستمر في العودة لمشاهدة المقاطع لهذا السبب يجب عليك التدرب على الالتزام الجدوى الزمني هناك الألاب من المستخدمي تك توك حتى لو كان 10% منهم يتمتعون من نسبة اهتمام قليلة فأن عدد المشجعين أقل بنسبة 10% يسجلون الدخول إلى التك توك لرؤية إبداعاتك أربعة تسويق علاماتك التجارية عمل إشارات قد تتسال ما هي العلامة التجارية أنت لا تبيع علامة التجارية لكنك بالفعل أنت العلامة التجارية أنت تقدم نفسك صورتك أفكارك إلى أشخاص آخرين على أمل أن يستمروا في مشاهدتك بإبداعاتك وأعمالك الفنية واحدة من أفضل خطوات التي يمكنك القيام بها هي ربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بحسابك في التك توك لماذا؟ لأن بعض أستقائك على الأقل في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى قد يكون لديهم حسابات تك توك فإذا رأوا أنك موجود هناك وكانوا معجبين بك على سبيل المثال في منصة الفيسبوك فسوف يتابعونك في التك توك ونتجة لهذا فإن حساب التك توك الخاص بك سوف يتحسن بشكل كبير من واحدة موجودين عن طريق تسفيق نفسك على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى الطريقة التي تنجز بها هذه المهمة هي عن طريق ربط اسم مستخدم توك توك خاص بك على سيرتك الذاتية لكل منصة وسائط الاجتماعية تتواجد فيها وفي الوقت الذي تحاول فيه التشهير بنفسك يمكن مشاركة شيئ ما عبر منصات أخرى يساعد ألام التجارية أن تكون اسما معروف لدى لمهور واسع وخمسة الحد لدى العادة المتابعين كما لاحظتم فأنا عملية تحق بدأت في الانتشار مؤخرا وهذا ليس بالغريب في الحسابات التي تم التحق منها هي تلك الحسابات التي لديها متابعات كبيرة وتكون تابعة لمؤثرين كبار ومعرفين في مجالة مثل المغنيين المؤثرين في جبن تحضي شعبية كبيرة قبل أن تمكن الحصول على العلامة الزرقاء أما بالنسبة للعلامة الجارية والشخصيات العامة والمشاهر فلا تزال القاعدة مشتركة تنطبق عليهم إذا كنت تنتمي إلى أي من هذه الفئات الثلاث فلن يكون معدد متابعك فستتم إثبات ملكيتك لحماية علامتك التجارية بشكل ترقائي باختصار سأعطيكم بعض النصائل الحصول على توثيق التيك توك واحد يجب أن يكون الحساب حقيق تابع لشخص حقيقي دون محتوى خاص وحصري اثنين كتابة كافة معلومات الحساب في الأماكن المخصصة ومن ضمنها قناة اليوتيوب وحساب الاستقرام والكثير من الحسابات التي لديك ثلاثة عدم وضع محتوى منسوخ بالحساب أربعها الحصول على عدد متابعين لا يقل عمتين ألف غالبا للحصول على توثيق خمسة أن يكون الحساب نشط وليس مجرد عدد متابعين كبير دون تفاعل ستة يفضل أن يكون هناك أخبار أو كتابات عن صحف هذا الحساب في محركات البحث والمواقع الأخبار سابعة التوثيق في التوثيق أسهل من غيره في باقي محصات مثل الانستقرام تمانا إلا يوجد طريق يجب عليك التباع الحصول على التوثيق فلا تصدق أي حد يقول لك سأقوم بالتوثيق لك مقابل مبلغ مالي لا تستسلم نعم قد يبدو هذا واضحا لكن قلنا من قبل أن النجاح في أي موقع مدفوع اجتماعي يبدأ من وضعك في العمل قد تكون هناك انتقاسات على طول الطريق ولكن إذا كانت لديك المواب الأولية فأنت على استعداد لتخصيص الوقت والطاقة لإنشاء المحتوى وتعمل بجد لنشر مقاطع الفيديو الخاصة بك ولجد بحشد من الناس يمكنك رقين بأي شيء من بعض العمل الشاق والتركيز على هدفك في نهاية اليوم مفتاح النجاح في التوك توك هو أن تبدأ القصارى جهدك وتعلم بعض الحيل وقبل كل شيء حافظ على راسك أصبح توك توك أكثر سهولة ونجاحا من ميوسيك كلي الذي قبله مع جمهور متزايد من ملايين المستخدمين ستحتاج البقاء حادة للحفاظ على المحتوى الخاص بك الخاص بك محدثا طريقة تلثيق الحساب توك توك بالعلامة الزرقة وإذا أرأت أي طريقة لزيادة متابعين راسلني على الخاص أو على أي طريقة بالطريقة التي مراسلة وأنا أعلمك على الطريقة التي تساعدك على زيادة متابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هذا هو شرح اليوم ربما في المستقبل لتقوم شركة توك توك بعمل رابط للتقديمات وتوثيق الحساب وفي حالة حدود ذلك سوف أقوم بوضع موضوع جديد بإذن الله أزواجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصورة من بعض المقاطع الفيديوهات من حساب في التكتوك سمستخدم إعلان مية طبعا يوجد مقطع قرآن كريم وصل وهذه صورته وصل مشاهداتها فوق الثلاثة مليون وثلاثمائة ألف أو مئتين ألف وهذه الكثير المقاطع وعدد متابعين وصل للعشرين ألف نسأل الله العظيم أن يجعل لنا ولكم الخير والبركة ويجعل عملك خالص الوجه الله سبحانه وتعالى وحاول أن تجعل هذا طريقة لنشر الدين الإسلامي فيما يرضي رب العالمين أسأل الله العظيم أن يسعدكم ويوفقكم يجعل لكم الخير من حيث لا تحتسبون واذكرونها بدعوة لعلها تنفعنا في يوم لا حول ولا قوة لاب الله أسأل الله أن الله يوفقكم جميعا وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وينصر خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر